السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنكمل الجزء الرابع من اعادة تدوير جلابة قديمة الى جلابة حديثة ففي الجزء اللي قبل من هذا خدمت البريد المهم لما شافتش الفيديو فترجع للصندوق الوصف ستلقى الروابط من الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث والآن سنخدم هذا الجزء الرابع فأنا الآن سنكمل معكم هاد الشكل هذا كنتمنى ان او نال اعجاب ديالكم فهنا انا سنقوم بغير دفايرة غير هاد سنيس المهم سنخدموها غير باش نكملوا باش نقدر ان انا نخدم عليها البريد يعني ستكون غير واحد القاعدة اللي ما بغاش تخدمها بلايش يعني تقدروا متخدموهاش خدموا في بلاستا غير غورزة الفرنسية اللي حتى هي خدمتها في الفيديو السابق حتى هي خدمتها المهم كنتمنى اللي ما شافتش الفيديو هاد السابقة ترجع للصندوق الوصف اسفل الفيديو وغادي تلقاق الروابط فلاحظوا معايا مزيان هاد دفايرة هادي كيفاش تنخدموها على التوب انا هنا رادينا المرمى مدوراها على هاد الجلابة باش حنايا غادي نخدمين عليها فغير هنا غير تنهبطوا يعني البرو تنطلعوا من الوسط باش تتعطينا هاد هاد دائرة هادي وتنبقوا غادي نخدمين يعني لاحتك نكمله مهما غادي نخدم غير واحد مسافة بسيطة باش غادي نخدم هاد الورايقة هادي بهالطريقة اللي غادي نشوفوا معاي هالطريقة مختلفة على الطريقة اللي خدمنا بها في الفيديو السابق يعني اللي شفتوا معايا الفيديو السابق فهتلقوا ان الطريقة مختلفة فاول حاجة غادي نديرها نطلع البرو من هاد يعني من البدية ديال الورايقة ولاحظوا معاي جيدا غادي ناخد المسافة اللي بغيت يعني كل واحد فيكم بني اخد مسافة اللي بغى ما الافضل انا المسافة تكون قريبة شوية يعني متكونش بعيدة بزيف باش قد ما اخدم نحنا العدد كتير غادي نبقى بوحد شكل رائع فغادي نرجع هناي لنقطة ديال البداية ونطلع البرو فهذا هو البريد غادي نخدمو انا بها الطريقة هادي غادي نشد هاد الخيط هادا اللي عندي ملوي وغادي ندلو الخيط على البرو واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستاق مهم انتم هناي غادي نتحسبو العدد المناسب ليكم هنا من الافضل العدد يكون شوية يعني كتر من المسافة لاحظوا معايا مزيان فى البريد عادة نقول لكم خدمو العدد يكون متناسب مع المسافة اللي عندكم الان فى هاد الخدمة هادي كل عدد وحد شوية فايت المسافة علاش لان احنا غادي ندلو مهم انتم غادي نشوفوا معايا هالتانية كيفاش غادي نديرليها باش تفاهمو معايا كيفاش غادي نكمله لاحظوا معايا مزيان غادي نطلع البرق من هاد النقطة هادي يعني غاين هبطوا وحد شوية على الراس دي البريد اللي اللي خدمته انهبط عليه غير واحد شوية وغادي نطلع البرق ولاحظوا معايا مزيان غادي نستمر فوق من هادك الرسم اللي انا رسمت هنا ديروا نفس المسافة يعني اه الحجم اللي درتو ديل هاد البريد اللي اول اللي درناه اه حاولوا ان الحجم يكون نفسه يعني ما نبقوش مرة نديروا وحدة كبيرة مرة نديروا وحدة صغيرة فنبقو غادي نبنفس العدد باش يجينا مقاد ويجي متوازن مع بعضياته لاحظوا معايا مزيان يعني سبع تندوروا به الخيط وسبع تنجروا به الخيط وهنا تنعكس الدورة دي الصبعي باش يهبط هاد البريد باش نقدر اناني نسحب البريد من وسط الابرة فبهالطريقة هادي تنسحب الخيط وتنهبط يعني لاحظوا معايا مزيان هنا غير محد تنهبط بالصبعي وتنجر في نفس الوقت فهو تهبط يعني ببساطة وبسهولة بضع بيت الحال غير الواحد يخدم بشوية واللي اول مرة غدا تخدم فتحاول انها تتحكم في الاعصاب ديالها وتخدم غير بشوية عليها حتى تتعلم يعني هو مشي مشي سعيب وفي نفس الوقت مشي سهل مهم على الوقت كل شي سهل غير الواحد يبدأ بشوية علي فالان لاحظوا معايا جيدا نفس الطريقة اللي درناه في الاول سنجدها دابا سنهبط واحد شوية وحد المسافة قريبة بزاف باش نبدأ بوحدة خروج جديدة والان لاحظوا معايا مزيان انا غدا مستمر على ذاك الرسم اللي انا رسمت فهنا المهم هاد الطريقة اللي انا وريتكم دابا تقدروا تخدموا بها بزاف ديالاشكال يعني ماشي غر انا غدا نخدم بها وريقة ولكن تقدروا تخدموا بها وردة تقدروا تخدموا بها اللي بغيتو بهالطريقة هادي ديالان احنا يعني تنخدموا البريد وتنرجعوا وحد شوية المسافة تكون قريبة وتنخدموا كذلك مرة اخرى فهنا انا غدا نكمل بنفس الطريقة حتى نوصل للراس دير هاد وردة بهالشكل هادا كيف ما كتشوفوا معايا لاحظوا معاي الشكل كيف يفجج جاب هاد الديكور هادا فهناق انا هاد الخدمة اللي غدين دير دابا تقدروا تديرها تقدروا مدديروهاش يعني اللي معجبات هاش مددير هاش انا غير بغيتنديرها باش تزيد تكبار الحجم ديالا لاحظوا معي جيدا ما غاديش نكمل انا هاد وريقة كاملة فو الدورة غدينرجع هذا الرجعة عاد نكمل يعني غدينرجع هذا الرجعة هادى هاده التي كتشوفو معايا هنا لاحظوا معي الشكل هنا كيفاش غاديولي هنا غادي يعطينا وحد شكل مختلف على الشكل الاول فكما قلت لكم هادا الطريقة اللي مبغادش تديرها يعني ما ترجعش جوج مرات تمشي غر سطر واحد وتحبس انا هنا بغايت ندير جوج ديال اسطر وفي ناس الوقت نشوفه يعني اختلاف فين غادي يكون فلاحظوا معي مزيان هنا رجعنا بهاد اللولة احنا خدمناها والان غادي نخدم رقم اثنان دائما ترجع مسافة قريبة وغادي نطلع البرديالي وغادي نجي لاحظوا معي مزيان فين غادي نهبط البر فغادي نجي لهاد المكان هادا كيف ما كتشوفه معايل هاد المكان هادا وغادي نهبط البرى ورجع نطلع بطبيعة الحال من نفس نقطة البداية بها الطريقة هادي وغادي نداو اللوي والخيط على البرى فلاحظوا معي جيدا غادي 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 نلوي والخيط على البرى وغادي نهبط هاد البريد ديالنا مهيم نفس الطريقة غادي نستمرو عليها حتى نكملو ونعود ونرجعو نعود ونضورو عوتياني مرة اخرى فانا هنا غادي نكمل هاد الشكل هادا لاحظوا معي جيدا الشكل ديالها النهائي كما كتليكم اللي بغا تدير دورة واحدة تديرها ولي بغا تدير جوج ولي بغا تدير ثلاثة فانتو ما عندكم حرية الاختيار الان انا غادي نقسم هاد الورايقة هادي بالعقيق فاللي بغا تدير العقيق تديرو واللي ما بغايتش تديرو ما تديروش ومثلا ندير نفس الشكل اللي احنا كنا ندرنا في هذه الوردة اللولة كما كتليكم رجعوا الجزء اللي قبل من هذا هاتلقوا الروابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف انا هنا غادي نستعمل العقيق بالطريقة ديالتنبات لاحظوا معي مزيلا هنا در الجوج ديال العقيقات وغدا نرجع غدا نرجع في الوسطة يعني وسط من هادوك الجوج غدا تنطلع البرق وترجع ندخلها في هاد العقيقات الاخيرة اللي عندي هادي الطريقة ديالتنبات اللي تستعملوها يعني متنبغون نبتوشي حاجة بالعقيق بتنستعملوها الطريقة انا ارجعت دخلت جوج عقيقات وغدا نهبط البرق وغدا نطلع مرة اخرى من الوسط يعني من الوسط ديال هادوك جوج العقيقات غدا نطلعها لاحظوا معي جيدا طريقة فغدا نطلع البرق من الوسط وغدا نرجع مرة اخرى في هاد العقيقات الاخيرة غدا نستمروا بنفس الطريقة حتى نوصلوا للراس يعني حتى نوصلوا للنهاية ديال هاد الوريقة هاد مو يمكن مدلكم حرية الاختيار لموغاش تدير هاد العقيقات ما تديروش مو بيما اهنا فضلت انا نستعملو وكيفاش غدا نعمر هاد الفراغات فغدا نعمرهم بشكل عادي جدا البريد عادي يعني غادي غادي ارجع وغادي نبقى غادي بهاد الشكل هادا حتى نعمر هنا كل شي لاحظوا معي مزيلا هنا رات ندور يعني التوب مرة مرة بهاد لكم يعني كنكون غادي اخدامها فضرورة غادي تقلب الخدمة غلي انا على حساب البريد اتجاه ديالها فلاحظوا معي مزيلا هنا قدرنا هاد اللولا فغادي ارجع نهبط البريد يالي وغادي ارجع مرة اخرى نرتافع لاحظوا معي جيدا هنا هي الطريقة فغادي نكملو يعني فغادي نطلع البريد يالي من هاد المكان وغادي نجي لحده هادك النقطة وغادي نستمر مهم هاد هي الطريقة دي هاد الورايقة كيفاش غادي نعمروها فهنا تقدروا مثلا تستعملوا لون اخر يعني تقدروا نخدموا هادك الخدمة اللي درناها في اللول ونعمرو بلون اخر يعني مش مشكي لكل واحد يعمر باللول اللي يبغى فهي غير مسألة ادواق وصافي مهيما هنا غادي نكمل هاد الورايقة هادي ونشوفوا مع بعدياتنا النتيجة النهائية فهنا غادي نهبطو كما قلت لكم نهبط البريد وغادي نكملوا الخدمة باش نوصلوا لهاد النتيجة هادي كيف ما كتشوفوا معاي غادي نبقى وحدة على وحدة حتى نوصلوا الاخر ورجعوا نكملوا هادو فهدا هو الشكل يعني هدا هو الشكل المهم دابة غادي نخدموا هذيك الورايقة اللي درتها في الوسط وورايقة نسميتها وورايقة لانا غير صغيرة غادي نص وردة فلاحظوا معاي جيدا هنا انا خدمت هذيك اللولة وبديت من الوسط مو يمرونت شوية الخدمة ولكن رغير باش نقدر انا نخدم مو يبدو من يما بغيتو من الوسط مو الاول مو الاخر مو مية الخدمة جي متقونه في النهايه بان كل شي متقونه بان كل شي زوين هنا نفس هنا العدد اللي غادي نتخدموا به يكون متناسق مع المسافة يعني من هنا ما غاديش نخدمو العدد يكون كبار من المسافة لكننا بغينا هاد دور واحد شوية اما احنا بغينا تشي واقفة يعني بغيناش الدور هادشي علاش خاس العدد يكون متناسق مع هاد المسافة اللي عندنا ذي اللي على التوب فالان غادي نهبط الابرق الرسم را ما تيبينش مزيان ولكن غادي نحاولو يعني نخدموه نخدمو بشكل يعني دي العينك ميزانك وصافي فغادي نجيل هنا وغادي نهبط الابرق بهالطريقة هادي ونطلعوها مرة اخرى من هاد المكان وطبعك حال غادي نبقاو غادي يعني كل مرة ندورو الخدمة قديمة بحلاكة لاحظوا معي جيدا هنا اللوياق دي الخيط على البرا كيفاش كتكون يعني خدامين بجورس سبعة انا مش خدامين غرب سبعة واحد فغادي نهبط دي بهالطريقة هادي ملاحظة مهمة البريد را يعني را كولا سيدا كيفاش كتتخدم البريد را ماشي بريد واحد اللي كي يخدموه وقع الناس كين اللي كتخلي البرا في التوب كين اللي كتحيد البرا من التوب بحالي اناق مهمة بحالي فغادي نكملو هاد الخدمة دي كي ما قلت لكم اللي غادي تشوف يعني فهنا غادي نكملو بشكل عادي جدا كي ما قلت لكم غادي نبقا غادي أخذ دامة وحدة على وحدة حتى نوصل هادوك الربعة اللي كي يبانونيكم وغادي رجع نكمل الخدمة حتى نوصل لاخر وغادي نعمر هاد الشكل اللي في الوسطة لاحظوا معي جيدا هنا غادي ناخد هاد اللي زي ستراس هادو ملي غادي نخدم بيهم كتلاحظوا فيهم يعني جوج ديال الفتاحات ولا جوج ديال العوينات فهنا خديت برا رقيقة برا رقما برا ديال راندا لان هاد العين ديال هاد اللي زي ستراس صغيرة هادشي علاش غادي نبدلوا الابرة والخيط مبروم على ثلاثة شعرات يعني نسيسد معلومه مقلتش لكم الخيط راه مبروم على ثلاثة شعرات الخيط اللي سنخدموه بيه بريد راه ديما كيكون مبروم على ثلاثة شعرات الى برامتو على ربعة غايجيكم بريدو حد شوية يعني في الشكل ديالو مزوينج المهم هناخدو خيط يكون مبروم غرع لثلاثة شعرات هو اللي غادي نخدمو به فالان احنا تبتنا هاد اللولاق وغادي نرجعون تبتو هاد تانية انا هنه تبتته في هاد الرأس هاد ديال هاد المكان يعني انتو ما كل واحدة تبتها في ما بغيت هنخدمت در ثلاثة تبتهم والان غادي نلوي اربعة تلويات لاحظوا معي جيدا الان احنا غادي نخدموه بالغرزة الفرنسية فهذه الطريقة ديالها تنهبط ديما البراء وتنقشيها دا واحد شوية بسبعي فالان لاحظوا معي جيدا هاد الفراء هاد الكبير لكم كامل غادي نعمره بالغرزة الفرنسية تنطلع البراء لاحظوا معي جيدا تنطلع الابرة وترجع غير هاد الخيط هاد تلوي على ربعة تلويات اربعة ولا ثلاثة يعني هنا را كل واحد يخدم باش ما بغى ربعة تلاتة خمسة حتى خمسة ممكن لان رخايت نبروم غير على ثلاثة شعرات فاوتا نرجعونها بطول ابرة مهم غادي نستمر انا هنه غادي ندير هاد جوج تلوان غادي نخدم بهم بجوج باش نعمر هاد الفراغ هاد اللي عندي فغادي نديروا نفس الطريقة حتى نكملو دائما ربعة تلويات وترجع وحد مسافة قريبة وتنهبط الابرة بهالطريقة هادي وغادي نخرج يعني الابرة بهالطريقة المهم غادي نستمر روح تنوصلون الى النهاية انا كنت لاحظوا معايا اني خدها مغير بشكل عشوائي يعني اه كن عمره صاف مهم اجتريك في النهاية الشكل هاده والان غادي نخدمو هذه الورايدة هادي باطرز الرباطي مهم انا غادي نوريكم هاد الورايده كيفاش غادي نخدموها لاحتوا معاي جيدا فهدا وشكل اللي حصلنا عليه يعني من بعد ما عمرنا هاديك الخدمة ودرنا هاد الورايده ودابا غادي نديرو هاد الورايده هادي نقربوا شوية الكاميرا باش نشوفوه مزيان فلاحظوا معي الاتجاه دي الخيط وهناك غدا نرجع لهذا الراس وغدا نطلع الابرق بهذا الطريق عمين الوسط باش تعطيني هذيك الدائرة اللي غدا تخرج يعني عندنا في الجنب هذيك الدائرة احنا باغينها حيث من بعد غدا نخدموا عليها تاهية ما نخلوش بحلاكاك نخدموا عليها فهناك لاحظوا معي جيدا غدا ناخد غير مسافة قريبة يعني غنجي الوسط وسط دير هذيك الخيط الاول وغدا نطلع الابرق مره غدا نضربوا في الوسط مره غدا نضربوا حتى الاخر يعني شوفوا معي مزيان فالان أنا غدا نجيل هذي الرأس علاش لانه الخيط نبروهم على ثلاثة شعرات وخاس ننعمر هذي الفاراغ هذيه وخاس نعمرهم مزيان فأتنعمرهم بهالطريقة هذي الآن غدا نخدم في الوسط وغدا نتبع على الرسم يعني غدا غدا تنظور مره غدا نطلع المسافة فمرة غنهبطه فالان لاحظوا معي جيدا رجعنا للبداية هذي 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 gerçekten جيدة يعني الخدمة دي scattered noON هذي طارزعفون بش نقدرو ان نحنا نحصلو يعني علي نتيجة مرضية فأتنخدموا بهالطريقة هذي لاحظوا معي مزيان فهنا غدا مره مره يعني غاد نهبطوا الابرق في الول ومره غد نهبطوا في الوسط ولا شوية يعني نطلعوا مو يمتوا معينكم ميزانكم في الخدمة كما كنقول لكم قويت عليكم مدعينكم ميزانكم ولكن شغل نديروا رادي الخدمة فدائما كما قلت لكم غالي نكملوا بهالطريقة هادي هالطريقة هي اللي يعني هالطريقة أنا صارحة عجباتني أنها سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت تسعتك الاحترافية في العمل يعني تتخرج الخدمة متقونة لأنها كتعمر لينا أكبر مسافة فهنا قربنا يعني نكملوا هالدورة هادي بقات لنا غرات شوية فغد نكملوها لاحظوا معين جيدا احنا هنا كملناها والآن شنو غد نديروا غد نرجع هالك الدورة اللي قلت لكم عندنا في الراس وغد نحتاجوها فهنا احنا احتاجيناها فغد نرجع يعني ندور الخيط بهذا الاتجاه ترجع غير هنا وتنطلع البرق من الوسط فغد نستمر بهذا الطريقة هادي دائما يعني ترجع ندخل البرق فهذا الراس هذا دي الخدمة وتنطلع الابرة من الوسط وترجع لهذا المكان ودائما تنطلع الابرة من الوسط نفس الطريقة هنا يتمقوا غد نخدامين بيها فغد نكملو بهذا الطريقة هادي دائما ترجع الراس وتندور هالدورة هالدورة الصغيرة مهم غد نكملو فترجعوا الهناء وتنطلع الابرة من الوسط ترجعوا دائما كما قلت لكم وهذيك الغرزة الفرنسية درتها بذلك اللون البني درناها في الوسط غير باش تعطينا الدائرة اللي عندنا في الوسط فكم تمنى ان هاد الفيديو هدينا لإعجاب ديالكم وشكرا على المتابعة اي تساؤل ووضعوه في التعاليق طبيعة الحال وما تنسوش اللي اعجبها الفيديو فتشاركم مع الأصدقاء ديالها وتضغط على زر الإعجاب اللي اعجبها بطبيعة هالفيديو وشكرا على المتابعة